بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثاني معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنقوم بمراجعة درس النمط اللوني في إثراءات رقم ثلاثة في إثراءات رقم ثلاثة سأبدأ بتذكير بالقوانين أو أداب الدراسة عن بعد وهي الحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدل حصة الجلوس في مكان هذا بجانب ولي أمرك حتى يستطيع مساعدتك عند الحاجة وعدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس ننتقل لي الأهداف التعليمية التي نريد أن نحققها بإذن الله في حصة اليوم أن يطابق الطالب والطالبة النمط اللوني ثم يستخرج النمط اللوني الصحيح أيضا في الهدف رقم ثلاثة أن يكمل الطالب والطالبة النمط اللوني وفي الهدف رقم أربع يمثل الطالب والطالبة مفهوم النمط اللوني قلنا وش معنى النمط اللوني؟ نسمي هذا الترتيب الذي أمامكم لهذه المكعبات نمط لوني لأن الألوان تتكرر بشكل منتظم سواء كانت لونين أو أكثر عندي هذه المكعبات مكعب أحمر ثم أخضر أحمر أخضر أحمر أخضر إذن أنا كررت اللون الأحمر والأخضر بشكل منتظم أقدر أزيد في الألوان أقدر مثلا أحد ثلاثة أربعة خمسة أنا لا يهمني عدد الألوان أنا يهمني أن اللون يتكرر بشكل منتظم مثل هذه المكعبات التي أمامكم طيب نشوف الآن عندي هذه الدوائر حدد النمط اللوني الصحيح عندي دائرة لونها أسود ثم أحمر أسود أحمر أسود وعندي نمطين في الأسفل نمط اللي في الصورة رقم واحد كلها أسود والنمط اللي في الصورة رقم اثنين يختلف أبغى أحدد وين النمط المشابه للنمط اللي أنا رتبته فوق هنا فوق الخط هذا عندي دائرة أسود دائرة لونها أحمر ثم دائرة لونها أسود أحمر أسود وين النمط المطابق لهذا النمط أين النمط الصحيح رقم واحد ولا اثنين أحسنتم رقم اثنين هو الصحيح لماذا لأن هنا دائرة لونها أسود هنا دائرة لونها أسود هنا أحمر هنا أحمر أيضا أسود أسود نفس الألوان بنفس الترتيب إذن أنا كررت نفس النمط اللوني إذن النمط في الصورة رقم اثنين هو النمط الصحيح طيب نشوف شيء آخر طيب هل الصورة تمثل نمط لوني صحيح لاحظوا عندي كم لون لونين الأحمر والأبيض طيب هل تكررت الألوان بشكل منتظم نعم صحيح تكررت إذن هل هو النمط صحيح ولا خاطئ أحسنتم نمط صحيح يعتبر نمط صحيح لأن الألوان تكررت بشكل منتظم ومرتب وهي اللون الأحمر والأبيض طيب نشوف أيضا شيء آخر الآن عزيزي ولي الأمر أريد منك أن تتوقف قليلا وتقوم بتجهيز ورق ملون سنحتاج إلى ورق لون أحمر وورق لون أزرق وتقوم بيقصي على شكل مربعات وتطلب من الطالب في المنزل أن يقوم بعمل نمط لوني كما في الصورة لاحظوا الآن الصورة بتطلع لنا إيش مربع أزرق مربع أحمر أزرق أحمر أزرق أحمر أزرق أحمر أزرق إذن أنا أريد منكم أن تقوموا بترتيب النمط اللوني باستخدام الأوراق الملونة بنفس الترتيب يعني نفس النمط نفس الشكل ونفس الألوان بنستخدم أي لون أحمر وأزرق سنبدأ بالبداية باللون الأزرق يليه الأحمر ثم الأزرق أحمر أزرق أحمر أزرق أحمر الآن عزيزي ولي الأمر بإمكانك إيقاف المقطع والبدء بتنفيذ هذا النشاط مع ابنك في المنزل ثم العودة مرة أخرى عدنا لكم الآن أتمنى أن تكون عزيزي الطالب والطالب انتهيتوا بطريقة صحيحة من تمثيل النمط اللوني باللونين الأحمر والأزرق ننتقل لشيء آخر طيب عندي هالمرة صور لمجموعة من السيارات مختلفة الألوان لاحبوا عندي سيارة لونها أحمر سيارة لونها أصفر أسود أخضر طيب برأيكم هل تمثل الصورة التي أمامك نمط لوني صحيح؟ هل تمثل نمط لوني؟ لابد أن يتكرر اللون بشكل منتظم طيب هل تكررت الألوان بشكل منتظم؟ يعني مثلا الأحمر هل يوجد لون أحمر آخر؟ سيارة لونها أحمر أخرى؟ أو لون أصفر؟ أو أسود؟ أو أخضر؟ لا كلها ألوان مختلفة هذه السيارة لونها أحمر هذه لونها أصفر هذه لونها أسود هذه لونها أخضر إذن هل هو صحيح أو غير صحيح؟ أحسنتم غير صحيح لأنه لم يتكرر اللون بشكل منتظم لم يتكرر اللون بشكل منتظم طيب ننتقل لشيء آخر الآن نفس السيارات بس الآن أريدكم تحددوني أين النمط الصحيح؟ أنا رتبت السيارات بطريقة أني حطيت اللون الأحمر أول بعدين أصفر بعدين أحمر بعدين أصفر طيب الآن بيطلع لكم كذا ترتيب نريد أن نرى الصحيح منها يلا خلوني أرقمها هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين أي الأنماط الصحيحة المشابئة أو المطابق للنمط الموجود أعلى الخط؟ وين النمط الصحيح؟ اللي استخدم فيه نفس ترتيب الألوان أحسنتم رقم اثنين هو النمط الصحيح؟ لاحظوا أنا حطيت السيارة حمرة هنا نفس الشيء سيارة لونها أحمر سيارة لونها أصفر سيارة لونها أصفر سيارة لونها أحمر مرة أخرى سيارة لونها أحمر إذن هي نفس الترتيب نفس الألوان هذا هو النمط الصحيح والمطابق للنمط الموجود في الأعلى أيضا عندي حين أكون من أقلام التلوين التي أمامك نمط لوني بإمكانك الآن تستخدم علبة الألوان وتكون نمط لوني مثل الموجود أمامكم مثلت النمط بتكرار نفس الألوان لاحظوا أزرق وضعت أزرق أخضر أخضر أحمر أحمر أصفر أصفر ثم عدت مرة أخرى وكررت نفس الألوان بنفس التنظيم اللي هو الأزرق والأخضر والأحمر والأصفر ولاحظوا النمط اللوني هذا زاد أول كنا نستخدم لونين الآن أصبحت أربعة ألوان اللي هو الأزرق والأخضر والأحمر والأصفر إذن النمط اللوني أنا ما يهمني عدد الألوان أنا يهمني الألوان تتكرر بنفس الترتيب بنفس التنظيم يعني أنا وضعت هنا قلم أزرق في الأسفل قلم أزرق هنا قلم أخضر هنا قلم أخضر هنا نفس الشيء أحمر أحمر أصفر أصفر نفس الألوان بنفس الترتيب حتى لو كانت حتى ستة خمسة ألوان ما يهم المهم أن تكون نفس التنظيم والترتيب طيب هل نستطيع تكوين نمط لوني من الألوان التي أمامكم عندنا لون أزرق أخضر أزرق أخضر أزرق أخضر طيب أنا أريد أن أمثل نفس النمط يعني نفس الألوان باستخدم اللونين اللي هو الأزرق والأخضر طيب تتوقعون المربع الأول ما سيحط من اللون اللون اللي باستخدمه في البداية أنا وضعت هنا أي لون أزرق إذن سأضع أي لون هنا في الأسفل ممتاز اللون الأزرق اللون الأزرق يليه اللي بعده يعني أخضر ثم أعود مرة أخرى وأكرر أزرق أخضر أزرق أخضر وهكذا إذن هنا أنا كونت نمط لوني من لونين اللي هو الأزرق والأخضر طيب الوسائل التعليمية ممكن نستخدمها مع الطائب لتعميم مهارة النمط اللوني مثل ما فعلت في النشاط السابق اللي هي باستخدام الأوراق الملونة إني أكون أشكال هندسية ويبدأ الطالب يرتبها حسب الألوان بالورق الملون إذا كان متوفر عندك قطع بلاستيكية مثل هذه يكون أفضل بحيث أنك ترتب نمط لوني مثل اللي أنا رتبته الآن على اللوح الأبيض وضعت لون أزرق أصفر أحمر أخضر هذا نمط لوني طيب أبغى أكرر نفس النمط اللوني سأضع في البداية أي لون أحمر ولا أصفر ولا أخضر ولا أزرق نفس النمط إذن سأضع أزرق أرجع أكرر نفس الألوان ثم أصفر ثم أحمر ثم أخضر إذن أنا مثلت نفس النمط اللوني بالتكرار أزرق أزرق أصفر أصفر أحمر أحمر أخضر أخضر إذن هذا هو النمط اللوني إني أكرر نفس الألوان بتمثيل النمط اللوني طيب نرجع للشاشة كوم من الأقلام التي أمامك نمط لوني عندي قلم لونه أصفر وقلم لونه أحمر استخدمت لونين طيب عشان أنا أكون نفس النمط اللوني باستخدام الأقلام تتوقعون القلم اللي بالأسفل هنا سيكون أي لون أحمر ولا أصفر أحسنتم نفس اللون إذن سيكون لون الأصفر ثم يلي أي لون هل سأضع قلم أسود أو أحمر أحسنتم أحمر نفس اللون ثم قلم أيضا أصفر ثم أعود مرة أخرى لون أحمر أصفر أحمر إذن هنا مثلت نفس النمط اللوني باستخدام لونين كما قلت سابقا أنا لما يهمني عدد الألوان وممكن أستخدم لونين ثلاثة أربعة خمسة أو يزيد المهم أنا عندي أن اللون يتكرر بشكل منتظم هذا هو درسنا اليوم أتمنى أن يكون مفيد لكم والآن جاء دورك عزيزي ولي الأمر بتعميم المهارة في المنزل من خلال استخدام الأغراض المتوفرة في البيئة المنزلية كما فعلت لكم من خلال نشاط الأوراق الملونة لتمثيل النمط اللوني أتمنى أن أراكم بإذن الله في الحصة القادمة كانت معكم المعلمة أمن التمامي مع السلامة